اشتركوا في القناة الاحتفال بالشعر العربي الذي هو جزء هام من الهوية الثقافية العربية كما اكدت ان الحراكة الثقافية في المملكة مدين للشيخ الدكتورة سعاد الصباح التي امنت بالثقافة ودعمت البنية التحتية الثقافية في المملكة بدوره عبر مدير عام منظمة الالكسو عن امتنانه لعاهل البلاد المفدة لامانه بعمل المنظمة واحتفائها بالشعر والشعراء كما توجه بالشكر الى مملكة البحرين لاستضافتها الدورة الثانية الاحتفالات اليوم العربي للشعر من جانبه القى السيد علي المسعودي مدير دار سعاد الصباح للنشر كلمة سعادة الشيخة سعاد والتي توجهت خلالها بالتهنية الى مملكة البحرين استضافتها ليوم الشعر العربي وشهد اليوم الاول لبرنامج يوم الشعر العربي تكريم سعادة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح الاذيبة والشاعرة والداعم للعمل التقافي حيث استلمت درع التكريم نيابة عنها حفيدتها الشيخة سعاد بنت محمد الصباح كما قدم في الحفل اغنيات من قصائد نزار قباني وعدد من الاشعار المغنى التي عدت خصيصا لهذه المناسبة ويحتفى اليوم العربي للشعر هذا العام بالشعر نزار قباني كما وتأتي فعاليته ضمن الموسم الثقافي لمركز الشيخ ابراهيم تزامنا مع فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الحادي عشر ترجمة نانسي قنقر